وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم ما بعد أحيكم الله وإخواني الكرام في حلقة جديدة من هذا البنامج تكلمنا في الحلقة السابقة عن أسباب عذاب القبر نعوذ بالله تعالى من عذاب القبر وختمنا الحديث فيها عن المكفر الثامن وما يتعلق به حديثنا اليوم عن المكفر التاسع وهو الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكثر عنه إن من صميم الإيمان أن يؤمن العبد باليوم الآخر قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريلا في الحديث الطويل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ومن أنكر يوم القيامة أو شيئا مما أخبر به الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كفر إجماعا قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والحديث عن اليوم الآخر في القرآن حاضرا حضورا قويا في آيات القرآن بحيث لا يمكن أن تقرأ سورة وتخلو من الحديث عن يوم القيامة وهذا اليوم العظيم جعله الله تعالى يوم حساب وجزاء وهذا اليوم جعله الله تعالى يوم حساب وجزاء يقوم الخلائق لله تعالى فيرى حالهم أو فيرى حالهم إما إلى الجنة وإما إلى النار وكل العباد والصالحين والمؤمنين إنما تركوا لذائذ الدنيا وشهواتها وأقبلوا على الله تبارك وتعالى لأجل الفوز بذلك اليوم العظيم هذا اليوم الذي جعل الله تعالى فيه من الأهوال والحوادث ما تشيب لمثله الرؤوس قال الله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا في يوم القيامة يبعث الله تعالى الخلائق فيخرجون من قبورهم يقول الله تعالى عن حالهم من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الكل في فجع البعث ويرون العالم وهو في حال التغير والاضطراب الشمس الصاطعة بالنور كورت والنجوم المزينة للسماء والكواكب تناثرت الجبال الرواسي نصفت البحار ذات المياه سجرت فأصبحت بالنار تشتعل تتزلزل الأرض وتضطرب السماء وتكشط وتطوى كطي السجل للكتب والأرض ذات السهول والتلال والجبال مدت فأصبحت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الوحوش حشرت يقف الناس على أقدامهم المدة الطويلة ينتظرون الخلاص وتذن الشمس منهم فيصبحون ضاحين في حرها وفي عرقهم غارقين جفت منهم الحلوق وتعبت منهم الأجسام من هول الموقف تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولداني إنه يوم مقداره خمسين ألف سنة يشتد فيه الكرب على الناس فيفزعون لأنبياء الله عليه السلام يريدون الخلاص فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن الله تعالى بفصل القضاء ويأتي تعالى للفصل بين الخلائق ويرى الناس النار يؤتى بها لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لها زفير حين يسمعه الناس يجثون على الركب يرون أناس يجرون على وجوههم إليها ويلقون في دركاتها وهي تنادي هل من مزيد وتتطاير الصحف فيرى كل عامل ما قد عمل فآخذ كتابه بيمينه مسرورا يصيح هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية وباك متحسر يصرخ بحسرته يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إنه يوم الحسرة للمفرطين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا لها من حسرة تتفتت لها الأكبات أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين موقف يندم الناس فيه وهي ينفع من ذلك اليوم الندم نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يأمن يوم الفزع الأكبر إنه سميع مجيب فاصل قصير أحبتي في الله ونعاود الحديث بإذن الله تبارك وتعالى فابقوا معنا حياكم الله إخواني المشاهدين مرة أخرى وما زلنا مع يوم القيامة وما فيه من أهوال وشدائد نسأل الله أن يرحمنا فيه وبعد ذلك يبدأ الحساب وقفوهم إنهم مسؤولون قال ابن عباس رضي الله عنهما احبسوهم إنهم محاسبون يا لها من لحظة عصيبة عصيبة نكدة حينما يعلم الإنسان أنه محاسب وعن ماذا يجول فكره الحسير في أودية معاصيه يتذكر ما قال اللسان ونظرة العينان وما فعلت اليدان ومشت القدمان يتذكر حقوقا ضيعها وواجبات أهملها ومسؤوليات ما قدرها يحزن على ذنوب وأقعها وسيئات اجترحها يا حسرتاه وما تغني الحسرات ثقل المقام وازداد الهم وعلت الوجوه الكآبة والغم كيف سيقف بين يدي مولاه كيف سيجيب عن جرم أتاه أي عذا أي عذر سيقوله وهل يجد له قبولا عند مولاه ماذا لو جاءت الشهود وعلضت الصحائف والسجلات بل كيف لو قام أصحاب الحقوق التي أهملناها وفي خضم تلك الفضاءات التي يجول فيها الفكر والخاطر فانظروا فيها العين من كتاب الأعمال جاءت الفاجعة التي لو بكى عليها صاحبه حتى تسيل وديان العالم ما أغنت دموعه شيئا وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما كان يظن أن تثبت عليه تلك الفعلة أو المقولة ولكنه وجدها ينطق بها كتابه كتبت عليه فلا حيلة لمحوها وبينما كل شخص أهمته نفسه وأثقله حملها وإذا بصوت المنادي بالأسماء على رؤوس الخلائق للعرض على الله يراهم أمامه فضحوا بما اجترحوا يسألون عن ذنوب أخفوها واستتروا بها واليوم يفضحون يرى في كل ذنب يسألون عنه وقع الخوف في قلبه وقد اشترك في جرم يحاسبون عليه وفجأة ينادى باسمك على رؤوس الخلائق أين فلان ابن فلان هل أم إلى العرض إلى على الله إنه اسمك واسم أبيك قد أحاطت بك الملائكة الموكلة بأخذك من بين الجموع لتقيمك بين يدي الله فعبرت معهم الصفوف وخرجت من بين الجموع لتبرز أمامهم بين يدي الله ارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار من هول المقام قلبك رفع الخلائق إليك أبصارهم واشربت إلى موقفك أعناقهم بيدك الصحيفة التي لا تكذب والوثيقة التي لا تزيد ولا تنقص ورب العزة يسألك قد جف منك اللسان وتلعثم منك الكلام نكست رأسك من حيائك مما رأيت وانكسر قلبك من حسرة الخسارة التي رأيت كم من سيئة أخفيتها قد أظهرها الله وأبداها وكم من بلية نسيتها فذكرك الله إياها وكم من عمل ضلنت أنه سلم لك فأحبطه الله أمام عينيك وترى بعينك الصراط بعد الحساب على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف وعليه حسكات مثل شوك السعدان لا تدري كيف ستمر عليه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قد علم الناس الورود ولكن كيف سيكون الصدور ستمضي على الصراط وتحتك المحرقة يسمع صوت حطمها واستعارها ويجد المار من فوقها شيئا من حرها انظر إليها المنظر مفزع فكيف بمن يجوز على ظهرها يقول القرطبي رحمه الله فتوهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة قد لضى سعيرها وعلى لهيبها وأنت تمشي أحيانا وتزحف أخرى أبت نفسي تتوب فمحتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبولهم سكارا بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوال يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي ومن عباد الله من يؤمنه الله في ذلك اليوم فلا يجد فزعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين إن هو أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لنعمل في رضا الرحمن حتى ننال الأمن يوم المفزعات فمن خاف الإله سعى بجد بطاعته ينال المكرمات فلا خوف ولا حزن عليه وبشراه جنان وارفات أيها الإخوة الكرام يوم القيامة قادم لا محالة فكيف استعدادنا له كيف عملنا لكي نأمن في ذلك اليوم لنستعد جميعا في وقتنا الذي أعطانا الله عز وجل قبل مماتنا نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في ذلك اليوم وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر إنه سميع مجيب إلى حلقة جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ترجمة نانسي قنقر